وللمزيد حول فعاليات قمة المناخ كوب 27 ينضم إلينا يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري إلى شرم الشيخ يوسف بعد التحية يعني بداية أجمل لنا حصاد هذا اليوم من جلسات شهدها مؤتمر كوب 27 أرحب بك محمد أرحب بك دينا ونحن اليوم في اليوم الرابع من فعاليات قمة كوب 27 هذه القمة التي حملت على عطيقها وتم تسميتها بمسمى قمة التنفيذ تنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول الصناعية الكبرى والكيانات المتقدمة لمساعدة الدول النامية والدول المتضررة من الانبعاثات الحرارية ومن تبعات التغير المناخي إذا كنا نتكلم محمد عن التنفيذ فلابد من الحديث عن شق مهم جدا في هذا الأمر وهو التمويل التمويل يعني الوفاء بالالتزامات التمويل يعني تقديم المساعدات للدول النامية والدول المتضررة والتي لا تتسبب في الانبعاثات الحرارية مثلما تتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى فعلى مدى عقود تعهدت دول صناعية كبرى بتقديم المعونات للدول الفقيرة والدول النامية ولكنها لم تفي حتى الان بهذه الوعود ومن هنا كان من المهم أن يكون هناك زخما سياسيا كبيرا لهذا اليوم اليوم الرابع يوم التمويل والذي شهد 13 جلسة لمناقشة أمور كثيرة منها توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الجانب المصري والعديد من مؤسسات التمويل وحصول مصر على تمويلات بقيمة حوالي 15 مليار دولار في شكل تسهيلات ميسرة وبفوائد أقل من أجل المضي قدما في مواجهة التغيرات المناخية ومن ثم الإصراع في تنفيذ مشروعات التحول للهيدروجين الأخضر والتي تم الإعلان عنها أمس في المبادرة العالمية للهيدروجين الأخضر محمد اليوم كانت هناك بعض الأخبار المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا موضوع التمويل هناك تعهد من مجموعة التنسيق العربي بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكومي يصل إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2030 من أجل دعم الدول المتضررة والدول الأقل نموا مجموعة التنسيق هذه محمد هي تحالف استراتيجي يهدف إلى إيجاد حلول منصقة وفعالة للتمويل التنموي وتضم عددا من الصندوق العربية والبنوك والمؤسسات المالية والنقدية اليوم معالي رئيس الوزراء افتتح اليوم بجلسة التمويل والذي أشاد فيها بأن هناك تنسيقا ما بين المؤسسات النقدية والحكومات والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بكيفية مواجهة التغير المناخي وكان التعويل على مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع التنموية التي تهدف إلى الإصراع في إنشاء وتنفيذ مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وطاقة الهيدروجين الأخضر هناك أيضا محمد أمر مهم حدث اليوم وهي مبادرة المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري بالإعلان عن خطط لعدد كبير من الشركات مثل شركة مايكروسوفت لشراء أرصيدة كربونية وهذا الأمر ربما لا يكون واضحا للكثيرون وهو شراء أرصيدة كربونية من الدول والبلدان التي تحولت بالفعل من طاقة الفحم إلى الطاقة النظيفة لمساعدتها على المضي قدما في مشاريع الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة هناك شراكة أيضا محمد حدثت اليوم بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهيدروجين الأخضر قد طرق إلى مستوى مذكرة تفاهم ويسعى فيها الجانبان لحجد التمويل اللازم لتعظيم هذه الشراكة كان من الحضور سواء رئيس البنك الدولي أو مديرة صندوق النقد الدولي عديد من الضيوف الذين شاركوا في هذه الجلسات محمد على مدار اليوم والكل أكد على أنه لا بد من الإسراع وإيجاد حلول فعالة وسريعة وعادلة للقضاء على مسألة الانبعاثات الحرارية والوصول بدرجة حرارة الأرض أو الوقوف بها عند درجة ونصف درجة مئوية والتقليل من الانبعاثات والوصول إلى مستوى صفر كربون هناك أمر مهم أخير محمد دعني أشير إليه وهو إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل فمسألة التمويل هذه هناك حديث عن أن التمويل غير عادل التمويل ينقسم بين الشقيه إلى تمويل التخفيف وتمويل التكيف التخفيف له النصيب الأكبر حتى الآن من التخفيف له النصيب الأكبر حتى الآن من التمويل تصل إلى نسبته إلى 80% فيما تعاني الدول الانمية التي يجب عليها التكيف مع هذه الظواهر المناخية المتغيرة في الأوين الأخيرة تحصل على 20% فقط من التمويل وأيضا أريد لو سمحت لي محمد مؤخرا أن أشير إلى أن التمويل هو هناك تمويل مأمول وهو ما يتم الحديث عنه ونسمع إلى بعض الأرقام التي تتعدى التريليون دولار وهذا هو التمويل المأمول وأما التمويل المقدر وهو 100 مليار دولار والتي لم يستطيع العالم حتى الآن أن يجمعها والنوع الآخير من التمويل هو التمويل الحاصل بالفعل وهو لا يتعدى بضعة مليارات أو عد أو يعني لو تحدثنا عن 40 أو 50 مليار دولار وهي أمور غير كافية تماما في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم مؤخرا سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو تبعات جائحة كورونا وعودة إليك مرة أخرى محمد فلسطور يعني إذن هي عنوين كثيرة يمكن أن نضعها في هذا اليوم تحت عنوان يوم التمويل يعني التحول العادل أدوات تمويلية مبتكرة جديدة وإشراك القطاع الخاص أيضا في تنفيذ الكثير من المشروعات أشكرك شكرا جزيلا الزميل يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري إلى شرم الشيخ على هذا العرض الوافي لفعاليات هذا اليوم الذي حمل عنوان يوم التمويل